قلت في برنامج كاربول كاريوكي سأعتزل الغناء لو دخلت على الستوديو وصوتي مساعدنيش أو طلعت على المسرح واليقتي ما كانتش في كامل قوتها مظبوط صح ده أكبر مخاوفك أو دي يمكن الفوبيا دلوقتي اللي عندك مش أكبر مخاوفي يعني لحي يجي يوم وقف الغناء لكن لسه ما وصل يعني لسه بعيد أنا حاسه يعني بدنيا وزهنيا أنه لسه عندي عطاء كتير يعني سو السؤال كان أي متى رحت أعتزل لما ما بقدر أغني وما بقدر أوافع ده إحنا عايزينك تفضل تغني يعني سيقل يوم أتقاعد إذا بدي طب ده معناه أن أنت مثلا أيام الكورونا إلقت وفكرت في ده أنا ممكن ما قفش تاني ممكن تأثر على صوتي ممكن تأثر علي بدنيا ما كونش بكامل صحتي لما كان عندي كورونا أنا كنت مش عمفكر بشي من دول بس لما عملت نتيجة سلبية اقتدت أفكر أنه أنا وين كنت يعني كنت بمرحلة صعبة كم ممكن بلحظة الواحد الإنسان يروح يعني أنا كنت وقف زي لوقبي بوجة النار وعم بيضربوا رصاص مش كده يعني بيضربوا شو بتقولوا رصاص طبعا ما صبتني رصاصة بقلبي صبتني بإيدي صبتني بمكان لكن كورونا عم بشيلي كثير من حبايبنا طبعا بالأسف أنا أيام كورونا ما كنتش عمفكر بموضوع ده هيدا أبدا ما معتبر أنه فلو عادي وقال لي الدكتور قبل البي سي آر قال لي أنت عندك كورونا خلاص أخذت وقت طويل معك أسبوعين مثل الناس بس المفارعة أنا بنفس اليوم كنت عمل بايكينج خمس وخمسين كيلومتر مع طلوع يعني والظاهر كان عندي كورونا وأنا ما عنديش خبر وبقولوا اللي عنده كورونا كورونا مش لازم يعمل سبور عمل مسافة طويلة يعني وطلوع كتير مجهود على البيك فيه مجهود كبير طبعا سو عادت ريحت حالي بالبيت اعتبرت فلو عادت أحدر سيريز وأتعاطي الأدوية اللي هي البروتوكول المفهوم لها كورونا الحمد لله ما إجاني الخطر الحقيقي يعني أقرب شوي بس ما إجاني الخطر الحقيقي بس لما خلصت تديد أفكر ودلوقت لسه أفكر إذا أنا بغني نشوف لي إيه وبحيط أقول هدي بسبب كورونا اللي كانت عندي شهر اللي فات طب بتفكر دايما أن أنا خايف أكبر ببص في المراية كتير الحتة دي عايز أعمل أنت بتعمل باطكس وفيلر وحاجات كده ولا ما؟ أنا على الفحص حصينة لأ ما يعني حصينة شوف صور قبل وصور دلوقت ما بتعملش خالص؟ عملت باطكس بس خفيف جدا خفيف جدا يعني أنت مش ضد الكلام ده طبيعي لا أنا ماني ضد بس ألأك الموضوع ده ألأك يعني كتير وانت بتبص في المراية خايف تعجز خايف تفقد المعجبات الكتير يمكن شوية في الوطن العربي اللي حسديني دلوقتي على راغب علامة لا لا بي شغلي أنا بمرحلة من حياتي بزعى لكتير لو خسرت ده يعني الشعور بإني أنا موجود بكامل لياقتي بكامل شبابي حتى لو صرت خمسينة لكن بكامل شبابي هو العمر مش رقم مش رقم طبعا يعني أقول لك حاجة أنا طلعت وخالد ابني رياضي قلوا أي ابني رياضي فأجبرت أنه يطلعوا معي بايك فروعت لما رأيت معهم بالبايك ما قدروش مشي معايا كل إشفاء استنهم فاعترفوا لي قالوا لي بابا شابوبا فالعمر هو ملوشا لقم وممكن الواحد يكون عمره 40 وحاسس عمره 80 وممكن يكون عمره 80 وحاسس عنده 40 أي بس أنت محافظ على نفسك أنا محافظ على علاقتي باكل هلتي مفيش سجاير مفيش ما باخدش أي حاجة ممكن تأذي الجسم قلت أكل معين بتأكله؟ سالد كثير بيأخد سالطة وسوب بيأخد كثير خضر وأنا بقل لهم أنا الخروف شو فيه أخضر باكل تأكل على طول سالد ومعه بقى ألاقوا في سالد وبعدين يعني مثلا مثلا أعطيه مثال الناس بتعمل الأوملت بالزيت بحطه زيت أو سمن بيعملوا أوملت أنا عندي يعني بالبيت بيعملوا إياه بالمية بحطه مية وبيعملوا عليها أو يعني أنت كمان مش عايز أي لأ بس بعدين بحط زيت زيتون مسلا أوكي زيت زيتون أوكي ده هلفي بس أنا مثلا زيت المحروق بلاقي حاجة مؤذية للجسم فشائلوا من حياتي إيه الأكل اللي أنت منعته من حياتك خالص ولا حاجة بتاكل كل حاجة؟ بأكل كل حاجة بس بيعطل يعني مش كتير يعني ممكن وأنا بأكل لحمة أكل دهنة مع دهنة فعلا؟ والله العظيم طب ممكن عشان تتغلب على مخاوفك مثلا تاخد حبوب مهدئة منومة أدوية اكتئاب بصي مثلا أنا عندي دوا لما عايز أنام ناتشرل بجيبه ناتشرل كله من العشاب طبعا عشاب وبيتباع من غير البرسكريبشن بدخل بجيبه مثلا بس ممكن أخد حبايا مثلا كل شهر كون عايز أنام ثمان ساعات وفي فترة بيجي بيجي بحياتي فترة كل يوم بصحة ساعة خمسة أنا بنام 11 ونص 12 بس بقول خمس ساعات لكن بصحة بصحة بس مش كفايا لأن صحي عايز أعمل رياضة يعني مش إنه صحي وتعبان فبقول لا لازم أنا لازم أعطي شوية جسمي شوية نوم باخد ناتشرل بيلز